محمد قباني الجديد منذ أيام نية كتلة المستقبل التباحث في ترشيح العماد ميشيل عون بدلاً من النائب سليمان فرنجي سربت نتيجة المباحثات إلى الإعلام على إنها نتيجة تصويت الكتلة لتشتعل معها التكهنات لكن النائب أحمد فتفت يؤكد أن الأمر لم يطرح على التصويت وأن لا تغيير في مرشح المستقبل بل بقي النقاش في إطار إبداء الآراء التي دار معظمها في فلك رفض الترشيح لا يوجد شيء اسمه تصويت فيه إبداء رأيه في كل واحد نعشنا بحرية كاملة شور العماد عون قال أنه هو مش مرشح لا توافقي ولا توفيقي كيف بدك الكتلة تعتبره مرشح توفيقي؟ نحن مرشحنا سليمان فرنجي ما صار تصويت بس صار في جولة أراء وكانت الأكترية الواضحة الأكترية الطابشة مع البقاء على ترشيح النائب سليمان فرنجي هذا الرفض الجامع لنواب المستقبل هو نتاج ما سماه النائب أحمد فتفة فشل وكيدية النهج العوني فرق بالنسبة لنا كبير من خلال الممارسات السياسية اللي عملها ميشيل عون وقت لي وصل على الحكم كيف علق حرب التحرير وحرب الإلغاء كيف لمن وزراء استلموا بكيدية سياسية وبكيدية تنظيمية وبفشل كتير كبير شفناه بوزارة الاتصالات وشفناه بوزارة الطاقة صروا عشر ستين مستلمين وزارة الطاقة الكهرباء ما بقفيه بالبلد أبداً كهرباء شفناه بالارتكابات والالتزامات بكل هالأمور فاليوم فرق كتير كبير بين وزراء سليمان فرنجي ووزراء ميشيل عون حتى الآن نحن ما زلنا متمسكين بالمرشح سليمان فرنجي على الرغم من تأكيد الرئيس فؤاد السنيور استمرار ترشيح النائب سليمان فرنجي إلا أن نواب كتلة الإصلاح والتغيير ينظرون بعين ملؤها الأمل إلى طرح الأمر على نقاش طاولة المستقبل المواطيات اللي عندي إياها بحكم العلاقة اللي بتربطني بعدد من نواب طيال المستقبل إنه لا كان فيه مواقف إيجيبية فيه مواقف سلبية وفيه مواقف طالب التريس وبالتالي لا بل يعني نحن بمجرد ما يكون رئيس سعد الحريري طرح هذا الموضوع يلي هو رئيس سيد الكتلة بعتقد إنه لا فينا نتعطى معه بموضوعية وبإيجيبية بين تأكيدات المستقبل وأمل التغيير والإصلاح تبقى الحال على ما كانت عليه في الأشهر الماضية لا تغيير في مستقبل الملف الرئاسي حسان الرفاعي قناة الجديد